اهلا بحضراتكم من جديد كتير قوي بنسمع كلام عن ضبابية الدماغ أو ضباب الدماغ ده أحد الأعراض الشقيعة اللي بيعني منها الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا أو متلازمة ما بعد كورونا ده مرض أو نقدر نقول مش مرض محدد لكن ممكن يكون مصطلح كده بيطلق لوصف مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتفكير البطيء وعدم التركيز اللي بيبقى موجودة عند الناس من بعد كورونا هل الموضوع ده بقى مرتبط بالحالة بعد كورونا ولا ممكن الناس أصلا يكون عندها ضبابية الدماغ ده برضو سؤال مهم جدا لكن عايزين نعرف ايه هي أعراض ضباب الدماغ معنا طبعا الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح وطبعا هي وضح لنا كل هذه الأمور ويعرفنا يعني ايه ضبابية الدماغ دكتور صباح الخير عليه صباح الخير على حضرتك صباح الخير على السادة المشاهدين مصطلح جديد هو مصطلح قديم بس ظهر جدا الفترة كمصطلح كمصطلح يعني المرض ده لا هو ظهر ما بعد كورونا خلال ثلاث سنين اللي فاتوا أو بتدى يظهر إعلاميا يعني الناس بتدت تعاني منه كتير جدا لكن طب المخ العصاب معروف هذا المرض ضبابية الدماغ ناس كتير جدا بيبعندهم قصور في الدورة الدموية المخية بأحد أسبابها بيجي لهم هذا النوع من الضبابية اللي هو ايه التراب زهني بيخلي الشخص مشتت زهنيا ما يقدرش يعمل كذا حاجة في نفس الوقت عنده نوع من النسيان عنده ما يقدرش عارف الشخص اللي بيبقى في شجره عنده كذا مهمة تاية تاية هو أنا فين هو أنا المفروض هعمل إيه و أنا رايح فين عنده نوع من الضبابية إن عدام رؤية ذهنية هو كان بيعمل حاجات كتير في نفس الوقت هو مش فاكر هيعمل إيه دلوقتي عمل الخطوة الأولانية الخطوة الثانية هتبقى إيه أنا هودي الأولاد لأن ممكن عارف الشخص اللي هو مسك رموت التلفزيون في إيده وبيدور عليه ده ده بابا وحط روضنه بيعمل تلفون آه وممكن حط روضنه عدم التركيز الزهني وده مش مرض مستجد ولكن ظهر بالفعل على الساحة الطبية الفترة اللي فاتت في متلازمة ما بعد كورونا لو قلنا عن أسبابه الطبية وأسباب ما بعد كورونا أسباب الطبية ده نوع من في حياتهم عناصر غذائية فيها معادة سقيلة زينيه كلوية وخلافه أو الزئبك ده بترصب في المخ بيؤدي نوع من الضبابية ناس كتير عندهم كسور في الدورة المخية بيأثر على مركز معين في ذهن الإنسان يؤدي إلى ضبابية ولكن احنا عرفنا طببي أن الفترة اللي فاتت كده كترة مش ده كترة مخه أصاب بسبب كورونا طب إيه اللي بيحصل من هذه المتلازمة أن الشخص اللي بيجي له كورونا بعض الأشخاص طبعا مش كل أخص أن المتلازمة دي بتمثل نسبة ما من متعافين كورونا مش كل المتعافين أنه هو بعد الإصابة بيحصل له نوع من العصفة المناعية يعني عصفة المناعية يعني جهازه المناعية أثناء مواجهة كورونا بيحصل نوع من أن الأجسام المضادة اللي بتطلع لمواجهة الفيروس دي تصيب جزء من جسمه ممكن تصيب الرئة تعمل متلازمة تنفسية ممكن تأثر على الدورة الدموية اللي بتصل إلى الدماغ وتأثر على مركز الزهنية اللي عنده وتؤدي إلى الضبابية تلاقي الشخص بعد إصابته بكورونا مضطرب المفترض هعمل إيه؟ أو هي دي بتحطي فين؟ طب هي مكانها فين؟ ده ضبابية ضبابية شروط زهني أو اضطراب زهني ما يقدرش يعمل عدة مهام وممكن ينسى هو عمل إيه من شوية أو هيعمل إيه بعد شوية وده طبعا أجسامه ضدة جزء مناعي منه وجزء نفسي جزء مناعي إن إحنا بعد العصافة المناعية اللي بجلنا بعد الإصابة إن الأجسام المضادة اللي بتظهر على شم وجهة كورونا هجمت جزء من جسمنا إيه هو الجزء؟ قد يكون رئة قد يكون جلد قد يكون عظم ويحصل بعض الأمراض المناعية قد يكون الدورة الدموية اللي بتصل للمخ والمراكز الزهنية فيؤثر فالأثر تؤدي إلى هذه الضبابية المخية ده العلاقة بالسن؟ يعني الشباب بيوضعهم مختلف عن الأكبر في السن لغاية ما بنوصل لمرحلة كبار السن ده ممكن يبقى عامل العوامل؟ هو مرحلة كبار السن ممكن يجلهم من نوع ده من الدبابية اللي هي مرحلة مقابلة الزهيمر نوع من أبناء الأمراض الزهنية الضبابية بتاعها لكن كورونا مش مرتبطة بسن ممكن الدبابية دي تيجي لشاب ممكن تيجي لشخص كبار السن ولكن لو قلنا العوامل الأكثر إصابة فيها طبعا كبار السن أكثر من الشباب ولكن المتلازمات المناعية احنا شفناها ما بعد كورونا للأسف في أي سن حتى الأطفال بنشوفهم بيجي لهم بعض المتلازمات وبعض الأمراض المناعية زي كوساكي شفناها كتير جدا ما بعد كورونا وهي أحد الإضطرابات المناعية في الأطفال فالإضطرابات المناعية اللي بتحصل ما بعد كورونا مش مرتبطة بسن أو طفل عشان كده بنقول الناس هو كورونا ما كانش مجرد إصابة الإصابة وتنتهي لا فجئنا في ناس لحد دلوقتي بتعاني من أثار تاولة الأمد اللي تلاي فاتر أوية ما بعد كورونا في ناس لحد دلوقتي فقد حاسة الشم والتزوق ما بعد كورونا في ناس جالها الترابات المناعية في ناس جالها تغير فعادات النوم والصحيان يعني في حاجة كثير كثير أو يحصل ترابات ذهنية نوم صحية صحية النسيان في ناس تنسى كثير قومة بعد كورونا وده اتراب ذهني في ناس مشاكل تنفسية هل تقول لحد دلوقتي لحد دلوقتي اللي هو مثلا أصيبه من إمتى من موجة الأولى في متلزمة تنفسية من موجة الأولى أصار رئاوية لحد دلوقتي ممتد في ناس فقدت شنة شم وتزوق لحد دلوقتي مرجعش وفي ناس بعد ما رجعوا لهم يجعوا لهم بحاجة اسمها باروزميا إنه هو طعم مختلف بالذات لأن الفيروس كان مستجد إحنا دلوقتي عندنا مناعة مجتمعية الحمد لله مع التحورات والمجات اللي بتحصل جهازنا المناعة يبدأ يتعرف على الأشياء بصورة سليمة ولكن مع الموجة الأولى بالذات والموجة التانية كان رد فعل جهازنا المناعي تجاه كورونا كان عنيف جدا لأنه كان فيروس مستجد على جهازنا المناعي وما كانش فيه لقاحات فبالتالي المتلازمات كانت في الموجة الأولى والتانية أكتر من بعد طيب بالنسبة للضبابية الدماغية دي هل ليها وقت برضه يعني ممكن يكون ليها وقت سانة سانتين ثلاث سنين وبعد كده ممكن هي مع العلاجات اللي بتؤدي إلى توصيل الدورة الدماغية والمخ وبعد المستقبلات وبعد المحسنات لدي أداء جهاز العصبي بعض الحالات بتستجيب استجابة جيدة جدا في مادة معينة زي الدوبامين في حاجات معينة بتؤخذ لهذه المتلازمة وبالتالي بيحصل تدريجيا الأصعب فيه كبار السن لأن كبار السن هم معرضين أصلا لهذا النوع من الضبابية مع السن بخلاف متلازمة كورونا وبالتالي لجها بأصعب شوية مع كبار السن ولكن مع الرياضة مع تصبيت النوم وأخذ راحة الناس دي أكتر اللي بجي لها هو الناس اللي منشغل زهنيا أصلا زيادة عن اللزوم يعني هو أصلا منشغل زهنيا بشغله شغله فيه مهام كتير جدا في شغله فده الأكتر واحد بيتقصر مع الروحة وأخذ مثلا ينعملوا 7 ساعات في اليوم مع الفيتامين مع الرياضة الأمور ممكن ترجع طبيعية بصورة جيدة جدا مش حاسة أن يعرف أفرق أوي يا دكتور ما بين الضبابية الدماغية والألزهايمر يعني الأشخاص المنشغلين في شغلهم عادة برضو هم أكتر الناس الأصابة بالألزهايمر الكبار السن هم الأكتر سواء وإن كان الألزهايمر دلوقتي يبقاش يعني مستني كبار السن ممكن بقى من سن أصغر بكثير عما كنا دايما متخيلين مبقى منتشر على غير ما كنا يعني شايفين فمش أدري حاس أن في حاجة فاصلة نقدر نقول عليها دبابية دماغية والألزهايمر هل له معلاقة بكورونا هل ممكن لا كورونا زادت من معدل ظهورها بنسبة كبيرة جدا وبذلك السن الصغير بمعنى لو كنا بنشوف ضبابية مرضية في السن الصغير بنسبة ما ما بعد كورونا بقنا لقينا النسبة زادت بنسبة جبيرة جدا وبالذات نزل ما قلنا الناس المنشغلين زهنية نسبة ضبابية زادت ما بعد كورونا بزادت في الموجة الأولى والتانية والتالتة ولكن في الفترة الأخيرة مع التحاورات اللي حصلت لفيروس كورونا أصبح فيروس كورونا فيروس ضعيف الويروس ضعيف وإحنا خدنا اللي تعرضي للفيروس بعد ذلك لو تحدث العصافة المناعية اللي كانت بتحصل قبل كده فبالتالي المتلازمات قلت في الفترة اللي فاتت كل الأصار دي هي أصار اسمها أصار طويلة الأمد للإصابة السابقة لفيروس كورونا وحالات كتير جدا بتتعافى زي ما قلنا بحاجات اللي بتزود الدورة الدموية المخ بالفيتامين بالنوم والأغزيكست من الراحة والرياضة الأمور بترجع بنسبة كبيرة بصورة طبيعية على عكس الدموية المرضية فكسل يعني قابلة الإصلاح يعني يا دكتور يعني الدموية الدماغية دي بتبقى فيها نوع من أنواع في حاجة بوزة زي الألزهايمر ولا لأ كسور كسور في الدورة الدموية بتصل للمخ حجم الدم اللي بيوصل فيقدي إلى اتراب في بعض الكيميكالز اللي بتحصل اللي بتساعد على أن انت تبقى مستقر زهنية ولكن مع تحسين الدموية لأنها مش حاجة على عكس الزهايمر أو مرض الخراف للشخص اللي بتدي يخرف لما يكبر ده مرحلة من مرحلة الدموية ده حالة مرضية لكن ما بعد كورونا حالة وقتية قد تكون طويلة الأمد ولكنها بتزول تدريجية مع الوقت طيب هل الدموية الدماغية دي مرتبطة بمتحور معين مثلا من متحورات كورونا ولا كل جبع في الموجات الأولى لأن الموجات الأولانية كان فيروس مستجد علينا فبالتالي نسب العصفة المناعية والأمراض اللي حصلت بعد كورونا قد أكتر في الموجات الأولى والتانية والتالتة ولكن مع التحورات الجديدة لحد أوميكرون ما بعد أوميكرون الأمور جيدة جدا جدا كتحور للفيروس يعني إيه الفيروس تتحور يعني الفيروس لما دخل جسدي لأ إن أنا منعتي جيدة ابتدى يخرج بصورة أضعف لأنه لازم يتحور عشان يعيش هو بيخرج بصورة إشاء غير من محتوى الجيني عشان يستمر فلما جيه غير من محتوى الجيني وجد حق الصد المناعي اللي هو جسمي في مناعة مجتمعية في لقاح واخده خرج بصورة أضعف من الأول فبالتالي أثره وأثر متلازمات مع ما بعد أوميكرون كل التحورات اللي حصلت أثرها أو متلازماتها ضعيفة جدا جدا لأن حصل مناعة مجتمعية للعالم كله بسبب إصابات سابقة أو بسبب منظومة اللقاحات اللي احنا خدها أنا بسأل في ده لي عشان نطمن الناس طبعا كورونا لسه موجودة ممكن حد يجي لكورونا دلوقتي فيبقى خايف أن يدخل في الدوامة دي الحمد لله كورونا كحالة طوارئ عالمية انتهت ولكنه كفيروس بالفعل لم ينتهي لأنه فيروس تنفسي ولكن أعراضه أقل مضعفاته أقل حدته أقل ما يحدث منه في الموجات الأولانية أن جهاز المعنى ما كانش يعرفه فبالتالي كان رد فعله عنيف ولكن ما بعد آخر موجة لواء وميكرون وتحوره الأخير كل التحورات اللي ظهرت بعديه ضعيفة جدا جدا متلازمتها ضعيفة جدا ممكن تجي لشخص ما تخدش لقاحه واخدش إصابة ولكن المناعة المجتمعية اللي احنا اكتسبناها الحمد لله قللت بنسبة كبيرة من حدوث أي تحورات أو من حدوث أي متلازمات في الوقت الحالي المعروف أن دائما الستات هما أكتر انشغالا وهم اللي بيعملوا حاجات كتير في نفس الوقت بتجهز حاجات لبيتها ولولاد وللشغل وبتبقى بتفكر في أكتر من حاجة هل ممكن تكون السيدات أكتر إصابة من الرجال بالضبابات المغيرة؟ الفاكتور زي ما حدوثك قلت للشخص اللي منشغل ذهنيا بمهام كتير فبالتالي ممكن نلاقي النسب أكتر في السيدات لأنها مش شغل بس شغل وبيت ومدارس وأولاد حطت دي هنا نسيته وحطت ده فين شغل اللي بتعساب أول حدوثك قلت الكلام ده مبصر هم حسدوا نفسهم هل احنا بنعرف نعمل أكتر من حاجة ممكن تنسى حطه بيلا فين تدور عليه ولو عملاس هنا أنت بقى كارسة أنها نسيته وحطته فين وهعمل إيه؟ لا ده بالزيد بقى وهي بتتصل بموبايلها وهي مسكة موبايلها في إيه ده بتتصل بيه؟ بقى إن المخ بيعملها يربط ما بين ديه وديه 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 ده ما بقاش موجود ده اسمها دبابية طب هل استخدام الموبايل ممكن يزيد من الأمر سوق؟ الموبايل وخصوصا في الأطفال أو السن الصغير بيديهم نوع من التوحد أو من الشغل الزهنية ده اللي احنا بنقوله في الأطفال لإن هو مركز في بلعبة معينة مركز في برنامج معين وبالتالي إنت بتكلمه هو منشغل زهنية بالفعل قد يؤدي إلى ظهور أعراضها في سن صغير جدا الأطفال بالذات استخدام الإلكترونيات بصورة مفرطة بيؤثر عليهم زهنيا وبيظهر بعض الأمراض النفسها زي التوحد الطفل اللي بيستخدم موبايله بصورة مبكرة وما بيعملش حاجة تاني اللي لو قاعد على الموبايل 24 ساعة دي حاجة كارثية بتأثر على منعته وبتؤثر عليه زهنيا أنا كنت أصد أنه مثلا لو هو جاله الضبابية الدماغية متلازمة مثلا من كورونا ومو بيتعالج مثلا فاستخدام الموبايل باستمرار والسوشال ميديا باستمرار ده هيصعب الأمر أكتر أو هيأخر علاجه ما هيأخره بذات ما هو في ناس هو شغلها ده ده هتلاقي أموره متلغبطة ذهنيا في شغله في سوشال ميديا اللي هو شغله الكوميتورايز لابتوب وشغل هتلاقي ده مكان ده وهيعمل إيه الخطوة اللي بعدها الناس المنشغلة بالذات إلكترونيا عرض أكتر المشاكل الضبابية الدماغين طيب الناس كثير قوي دايما لما بيحصل أي حاجة هم مش بتعودية عنها بس أكيد لقاح كورونا هو اللي عمل فيها كده للأسف أي حاجة بتحصل لو واحد حصل له مشكلة ببيته أصلا يقول لك أكيد لقاح كورونا هو السبب إحنا مش لقاح كورونا بس إحنا منظمة اللقاحات بعض الناس عندها تخوف منها مع إن هي دي اللي نجت العالم من أمراض كتير على مر الزمان قدت على أوباء كتير جدا هي فعليا الناس متخيلة هي اللي قدت على أوباء كورونا وجعلته مش وباء بقى فيروس ضعيف جدا إحنا اكتسبنا الفرق ما بين الإصابة واللقاح إيه اللي اتنين بيدوك مناعة بس إنت خدت مناعة بصورة شيئك خالص لها اللقاح بدون إصابة جسم تكون أجسام مضادة بدون ما تصاب ويجيلك خطر الإصابة إن أنت تتوفى أو يجيلك متلازمة أو يجيلك أثار تنفسية أنا أديتك المسبب نفسه أنت الهدف من الإصابة إن أنت خدت مناعة أو لقاحة مناعة بص الإصابة لها عوامل خطورة جدا ممكن تدخلك في مضاعفات منها لكن أنا أديتك لقاح يديك مناعة ضد إصابة قد تكون خطيرة جدا بدون أي أثار جانبية المعتادة الناس يقول لك أنا خدت اللقاح من ساعتها وانا حالة شائل بساعتها وانا دماغي لا أخال اللقاحات ليس لها أثار جانبية تذكر إلا الأثار المحدودة أنا أديتك ورب مكانها أسخن يوم أو اثنين لكن لا متلازمة ولا أثار ذهنية ولا أي مشاكل من الناس فاكرها ده أنا مساعة مخط اللقاح أقول له أنت جالك إصابة قال لي أنا جال الإصابة أقول له ما يمكن من الإصابة لجات لا 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 ده إصابة كتا عادية جدا ده كان دور برد وخفيت منه تقول لهم هدور البرد اللي أنت حسيته خفيت منه ده منعتك حصل رد فعل بعدها حصل مشكلة بعدها ملوش علاقة ناس برضو مش فهم الموضوع ده للأسابة بتربطها من اللقاحات من اللقاحه ما تروتاش بالإصابة طيب بالنسبة للمتحور الجديد هل هو صعب أعراضه عاملة إزاي وبعض الناس من اللي جالها الكورونا خلال الأيام اللي فاتت بيشتكي قوي من موضوع التراب النوم ده طيب لو كلمنا عن المتحور الجديد اللي هو الحمد لله ما دخلش مصر لحد دلوقتي بس مش معنى ذلك إن ما فيش كورونا كورونا موجودة ولكن التحور الجديد اللي عاملت ضجة عالميا اللي منظمة الصحة العالمية حتى قيد مش من القلق الاهتمام ليه اهتمام؟ عشان هو منتشر طب ليه مش قلق؟ لأن انتشاره ده مسببش لحد دلوقتي أي مشكلة أو مضعفات بمعنى كل التقارير الوردة إنه مثل سابقي لا توجد أي مشكلة جديدة من التحور مثل أوميكرون أعراضه تمثل الجهاز التنفس العلوي زكام احتقان صداء ارتفاع حرورة بدون مشاكل لأن احنا خدنا مناعة مجتمعية دخول الفيروس لأجسامنا مثل البرد هتعرف عليه وهقومه بصورة سليمة جدا بمعنى هو آب ينتشر بسرعة ولكنه ليس بخطير وليس بمقلق حتى الآن بمعنى مثله مثل أدوار اللي احنا بنعاني منها في التوقات العادية انت بقى بالنسبة تجيلها الترباط نوم لا لحد الوقت لم يثبت ان يكون هناك متلازمة الآن بالتحورات الجديدة الترباط نوم ممكن احطها ان انت الاصابة نفسها بدور البرد ممكن تحصل لك نعم من الصدع الاكسجين شوية فتحس بنعم من الترباط النوم الجو وعامل البيئية اللي محيطة بينا ممكن تأثر على النوم استرس التوتر لكن كحاجة خاصة بكرونا في الوقت الحالي لا توجد اي متلازمات قوية ولا اعراض جديدة ولا اي اعراض جديدة نفس الاعراض المعتادة ونفس البرتكولات العلاج الموجودة حتى الان احنا في شهر اغسطس اغسطس ده بينتشر فيه عدوات تنفسية كتير جدا مش على فكرة مشكورة بسي البرد والانفلونزة تشغيل المراوح التكيفات الرطوبة ونسمة الهوى اللي بتادي تيجي دي اللي احنا بنقولها في الشهر ده ده شخص انا ساعان انا بردان انا خففها نتقل ده عرضة لانتشار فيروسات التنفسية مش كورونا بسي واحنا في نفس الوقت من كل سنة بنعاني من فيروسات التنفسية مش كورونا فالناس بتخيل عشان فيه متحور عالمي وابني عنده برد لا ده هو كورونا مش شرط يا جماعة احنا في شهر اغسطس بالذات في النص التاني واول تسعة بنعاني من فيروسات التنفسية لأطفالنا ولينا ادوار برد متكررة ممكن يبقى معها كورونا اللي مجودة العادية ولكن التحور اللي حصل عالميا لم يدخل مصر حتى الان وفرضا حتى زي ما قلنا هو كل التقارير الوردة من الخارج تشير انه حتى الان ما فيش اي عراج جديدة وما فيش اي عوامل خطورة ومش معنى ان منظمة الصحة حدود تحت الاهتمام مش تحت الالة مش حطى من منظور الالة ان انا خاف منه حطى الاهتمام لانه بينتشر حطى كده في ميكروسكوب بتبعوه فقط لغير لكن حتى الان ما فيش اي دلالات ان الوضع قطير وان احنا الوضع عندنا بقى فيه خطورة عالمية زي كورونا اكيد طيب دكتور يعني قبل ان نختم فقرتنا عايزة سألح لك سؤال شخص لم يصب يعني باعراض صعبة بعد كورونا ازاي يقدر يحمي نفسه من الضبابية الدماغية طيب انا ابني ما جاليش انا انا ما خدتش لقاح والتحمي نفسي وما خدش لقاح ولا خدت اصابة لا هقول له علشان تحمي نفسك من اثار ضبابية تحصل لك بسبب متلازمة كورونا اول حاجة اللقاح تاخد لقاح كورونا ولو انت عد عليك فترة كبيرة واخدت جرعة واحدة من فترة وما خدش جرعة تنشيه ااخد جرعة الان لقاحات هي اللي بتكون مناعة جيدة ضد الاصابة وبالتالي اصابتك تبقى خفيفة بدون اي متلازمات هقول له ايه تاني ان انت الرياضة ممارسة الرياضة يوميا هتنشط الدورة الدموية وخصوصا المخية الراحة لو انت شخص مجهد ذهنيا وفي شغلك فيه اجهات ذهني جديد جدا جدا تممكن يجيلك ضبابية اصلا من غير كورونا لازم ترتاح ترتاح وتمارس الرياضة وتأكل اكل صحي جزاء بروتيني تاخد فيتامين تشرب سوائل كتير على مدار اليوم كل شك لك طبعا حضرت شرفتنا ونورتنا الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناع بالمصل واللقاح شكرا لحضرتك شكرا لك شكرا لحضرتك